السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على شيدنا محمد. ازايكم يا خبادي عاملين ايه? يا رب تكونوا بقال في خير. النهاردة عندنا وصفة حلوة جدا. قبل ما نبدأ وصفتنا اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة وتحطي لايك للفيديو علشان الفيديو يكبر بيكم. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. وصفتنا النهاردة سهلة جدا. سهلة جدا جدا جدا. تعمليها في اقل من ثلاث ثواني. اول حاجة كده هنقول على المقدير عندي آآ حبيتين من البطاطس. طبعا الكمية اللي انت تفضليها اعمليها. هيبقى معايا كمان بصلاية كبيرة. وهيبقى معايا طمطنوية كبيرة. ومعايا نصف ارنفلفل اصفر. ومعايا كمان ارنفلفل آآ حراء. ودي حسب الرغبة. معايا شوية كده صغيرين حوالي اربع معالق من البقدونس المفروم. تمام? هنمسك البطاطس. طبعا الاول هنقشرها ونخسلها وبعدين هنقطعها آآ مش روفيعة ومش تخينة. تمام? متوسطة كده علشان تستوي معينا بسرعة. بالشكل ده كده. الطبق ده بيتاكل بجد يعني عايز عيش كده ومش عايز اي حاجة تاني جنبه. بجد بيبقى طعمه رهيب رهيب رهيب. هنقطع كل حاجة كده بالطول. تمام? الخضار ممكن تقطعيه مكعبات صغيرة لو انت مش حاباة كده بالطول. بس انا هقطع كله جوانح كده. آآ الفلفل والبصل وكله كده زي ما انت شايفة. والبقدونس طبعا هنقطعه كده كأنه مفروم يعني. والفلفل الحار. طبعا ده حسب الرغبة بس هو بيخليها جميلة جدا. بس لو انت مش بتحبي آآ الحراء. آآ استغني عنه خالص. ممكن تبدليه بارن فلفل رومي. انا بعد ما قطعت المكونات كلها حطيتها في الكيسة كده. علشان هنحط بقى التوابل. تمام? قلبتهم كويس وحطيتهم آآ حطيتهم على بعد يعني في الكيس. هحط بقى فلفل اصمر التوابل بتاعتنا. طبعا حبيبتي على حسب الكمية اللي انت هتحطيها هتحط التوابل. انا هنا الكمية عندي مش كبيرة. انا عايزة اعمل طبقة كبيرة فهحط التوابل بتاعته. حطيت فلفل اصمر وحطيت آآ بابريكة وحطيت آآ توم بودر وبصل بودر. حطيت كمان آآ شوية صغيرين من الكمون. تمام? وآآ هازبط طبعا الملح بتاعها. وهقلبها كويس جدا في في الكيس. وحفضيها في الحلة. هحط كمان معلقة صغيرة من يعني مش مليانة قوي من السمنة. معلقة كبيرة مش مليانة قوي. هحط كمان معلقتين من الزيت. تمام? او تلات معلق من الزيت. هقلبها كويس جدا جدا. هنا الملح طبعا كنت نسيته. هقلبها كويس جدا جدا. وزي ما قلتلك التوابل على حسب الكمية اللي انت هتعمليها هتحطي التوابل. تمام? هنقلبها كويس جدا كده. طبعا الطبق بتاعنا النهاردة بدون لحمة وبدون فلاخ. بعد ما قلبتها كويس جدا فضيتها في الحلة على نار زي الشمع. نار زي الشمع. انا كنت اعملها في الكيس الحراري بس جوزي قال لي لأ يعني ايه اعمليها في الحلة اسهل واسرع. تمام? ففضيتها طبعا اه في الحلة على نار هادية جدا. هزود لها بس ربع كبية مية صغيرة خالص. تمام? والنار هادية جدا. دي اسمها بطاطس مكمورة. اسمها بطاطس مكمورة. الاكلة دي جميلة جدا جدا ومغزية وسهلة جدا. يعني بدل ما تقلي البطاطس وتبقى تقيلة على المعدة اعمليها بالطريقة دي بجد جميلة جدا ومش بيعة وحلوة جدا. بعد ما وطيت عليها النار وسبتها حوالي تلت ساعة كده. يعني من تلت ساعة نص ساعة على نار شمعة خالص لان هي بتستوع على البخار. وبتقلبيها طبعا من وقت للتاني. اه هو ده كده شكلها النهائي. فضيتها في الطبق. البطاطس دايبة دوب وخطيرة جدا وجميلة جدا. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم ويكون خفيفة على قلبكم. واتمنى لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة. وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد. واتمنى تجربي الطبق ده وتقولي لي رأيك في التعليقات. البطاطس المكمورة من الاكلات الحلوة جدا السريعة الخفيفة المغزية. السلام عليكم.